تحية متجددة مشاهدينا بالموسم الثاني لبرنامج جراند سكار عبر منصات موقع لبنان الكبير على الفيسبوك على اليوتيوب على الانستجرام واكيد على تويتر حبينا نبدأ هالموسم بنظرة تفاقلية وبنظرة فخر بشكل انه نكون عم نبدأ الموسم بشكل ايجابي وهالاجابية هادي تجلد من خلال بطلات لبنان اللي راحوا احرزوا بطولة غرب اسيا لكرة القدم الناشئات اللي حققوا اللي بالنسبة لنا المستحيل كان من الاول اليوم صار شي عادي الصبايا صاروا بيروحوا بيربحوا اللقاب وبيجوا بشكل مرتاح معنا اليوم بالستوديو ست صحر دبو اللي هي مدربة الناشئات ومعنا بطلة غرب اسيا وهدفة غرب اسيا باربع اهداف سيسيل اسكندر اهلا وسهلا فيكم شكرا لك بداية سحر بنا نتعرف عليك كيف اول شي كشخصية كيف وصلت انك انت اليوم عم بتدربة هالفريق اول شي بدي اتشكرك على الاستضافة اكيد نحنا دايما واكتر شي بحاجة لهيدا الدعم لحط نضوي على هيدول الصبايا اللي بالنسبة لنا هني مستقبل للبنان بهيدا اللعبة انا مثلي مثل كل البنات من انا وصغيرة بالمدرسة كنت حابة لعب فوتبول اه اكيد متل ما بتعرف انه الفوتبول مش للبنات فهيدا الكلمة كنا دايما نسمعها فكل ما نسمع هيدا الكلمة كلمة انا صر اكتر انه بدي اوصل اه وبعدين بس وصلت على الجامعة اه انضمت لمنتخب الجامعة بالفوتبول وكان في عنا بطولة جامعات وشايفني مدرب منتخب لبنان كان فيه هيدا الوقت بس منتخب للبنان ما كان فيه فرق اه واتجمعت انا وانضمت للمنتخب وبعدين توزعنا على فرق ونشارك بالدورة اكيد عم بحكي كيف سرع عائدل هيدا دول كلهم بسنين اه نضمت لنادي الانصار اول شي رجعت نضمت لنادي فريق الصداقة اه وبسنة 2017 اه حبيت انه فوت بدومين التدريب من بعد ما انا كتت عاملة بمنطقة سور أكاديمي فحسيت أنه بحاجة طور حالي بهذا الموضوع وعملت أول دورة لإليه بال2016-2017 تدريبية وحبيت صراحة كفة بهذا الدومين وهو بالنهاية هو شغف بالنسبة للعب كرة القدم وحسيت أنه بس تخلص مسيرتي كلاعبة لازم كفة بهذا الشي والحمد لله الأشخاص اللي دعموني اشتغلوا أني طور حالي بهذا الموضوع لحتى أنا اليوم قدرت تكون واقفة هون بهذا المحل طيب الصبية الحلوة أنت كيف بلشت بالفوتبول؟ بحب الفوتبول مثل السحر بلشت أنت وصغيرة أو على كبر لأنك على كبر أنت وليك صغيرة أنا أول ما بلشت كان فريق مدرسة ما كان عندي خبر باللعبة أنه كنت ملعب جيدة بالأول أحرزت كذا بطولة بعدين فتت بفريق المدرسة وشجعوني رفقاتي بالصف وهيك تحمصت ما كان فيه أول شي فريق بنات بس صرنا شوي شوي نشجع بعض وعملنا فريق وقته وإجا مدرب صار يدربنا أي مدرسة لاحبه؟ وبوقتها صار فيه فريق EFP ففتت فيه وأكيد هون كتير طورت مع المساعدة من كل الكوتشية وهلي خلال ست سنين تقريباً كفيت فوتبول وكتير حبيت لعبة يعني كل سنة على سنة كتعم حب اللعبة أكتر وأكتر وهيك السنة نضمت لها فريق اسمه نجوم الرياضة الساس لا لا فتت على المنتخب يعني ب2019 أول مرة فتت رحنا على الأردن ربحنا أول غير بأسيا وهلأ كمان أحرازنا تاني لأب عملت كمان هدفة بأول مرة؟ لا لا طيب أنت بلشت بقبل ست سنين هي من ست سنين يعني كان عملك تسع سنين آه كان عملك تسع سنين وبلشت بهالمجال صح في عادة الناس بيقولوا بيبلشوا عزغر يعني شو تطاب صح صح صحر شو اللي صار بالنسبة للبطولة هاللي ربحتوها يعني رحتو من هون انتو بتعرفوهم لانو سبقوا لعبتو مع هون بس آه أكيد مطورين حالهم أكيد مزبطين أمورهم لانو مش أول مرة بتلتقوا انتو إياهون شو الصعوبات اللي واجهتكن وشو الدعم اللي تقدم لكم من قبل الاتحاد آه هلأ نحنا السن الماضي البطولة اللي شاركنا فيها اللي كانت بطولة الأولى للواعدات كانت بلبنان آه أصمنا الواعدات تحت الخمسة عشر سنة تحت الخمسة عشر فكان هدفنا المشاركة ببطولة الواعدات هو تطوير الصبايا لانو أصمت كان عندك فريق كتير منيح أصمت قوتك لاثنان فكان هدفنا انو نطور اللعبة ونطور اللعبات ويكتسبو خبرة والحمدلله نحنا بس نخلصنا وطلعنا بالمركز التاني مقدرنا نربح الفاينل ببطولة الواعدات فالصبايا من وقتها حطين هدف براسهم انو اوكي نحنا اتطورنا وكسبنا الخبرة هلأ صار وقت انو نفرج عن جد نحنا شو تعلمنا والصبايا من اول ما بلشنا تحضير لهيدي البطولة هي بطولة غرب اسيا الثالثة للناشئات كانوا حطين براسهم وجاهزين انو هن ياخدوا البطولة اكيد كان عنا فكرة عن الفرق المشاركة كان عنا مشكل الفرق البحرين كان صار لهم فترة غايبين عن الساحة كان عنا فكرة من اللعبات الاردنيات المميزين كان عنا فكرة من اللعبات الفلسطينيات لانو كان في سبق واحتكاك بيننا وبينن فارحنا على البطولة كنا مجهزين وحاضرين للمنافسة والحمدلله قدمنا المطلوب مننا والصبايا كانوا قد المسؤولية وقدرنا نرجع بالكأس شو هي المبارات اللي سيسيل شايفتها ان مبارات اصعب مبارات رح تكون لقيلها بالمسابعة هلا هو عادة ان احنا والاردن منكون المنافسة الاقوى بكل البطولات اللي نشترك فيها بغرب اسيا بالنسبة اليه اول ما تشكن اصعب شي لنتاقلم اكتر لنفوت هيك بجو البطولة فبحيس اول ما تشكن للكل مش بس لقيلة اصعب ما تشل نتعوض له ونبلش نفوت بجو المبارات بس الحمدلله حتينا جولين يعني انا حتيت جولين اول مبارات وفتنا بجو البطولة بشكل كتير حلو وكفينا الجيمات كانوا معنوياتنا كتير عاليين ويعني كان عنا كلنا سيقه بحال انه فينا نربح البطولة فمن بعد اول جيم نحنا خلص اخدنا يعني اخدنا السئل عايزينا كرميل نكفل جيمات ونربح البطولة نحنا عم نشوف ساسيل ومن خلال ساسيل عم نشوف البنات اللي بيستاهلوا يعني امكن لو عنا ظروف افضل لنستضيفهم كلهم اكلنا بالستوديو بس انت شو عندك متاعب واجهتية لحتى لالبنات يكونوا مرتاحين ويقدروا يأمنوا بين شاطرهم ومواهبهم يأمنوا الفوز ليتأدموا لقدان هلا الشغل الاكبر عادة بيكون بالاندية على الصبايا اللي هو الشغل الفني والتكتيكي بينما لما بينتقلوا للمنتخب اكيد بيكون في عنا شغل فني وتكتيكي بس الجزء الاكبر بيكون شغل المعنوي فلما انت بتحضر الصبايا اللي يكونوا ايد واحدة لحتى تمشي الكامستري بين اللعبات او تخلق هيد الكامستري بين اللعبات هو اصعب شي بيعملوا المدرب فالحمد الله كنا انا ومساعدة كوتش جوزاف الجهل والتحية اكيد اشتغلنا كتير قبل البطولة كان عنا كامس الاتحاد مأسر عملنا اكتر من معسكر واحد فهيدا الشي ساعدنا لحتى نخلق هيدا الانسجام بين اللعبات ولحتى نشتغل على المنتاليتي اللي قلن عقليتهم كل لعبة شو القدرات اللي عندها ان كان فنية ولا قد هي قادرة تكون حدا قوي او كليدر بالنسبة للمجموعة اللي معنا وصراحة استغلينا كل نقاط القوة وعملنا عن جد فريق كامل متكامل من الصبايا انت من الاساس حبيت الموقع المهاجمة المهاجم يعني المركز هيدا انا ما بلعب مهاجمة انا بلعب خطوسط بس حسيت بمحل من المحلات انه يمكن الفريق عايزني ببوزيشن المهاجمة سو اكيد الكوتشين كتير اشتغلوا علي بالمعسكر انه لكون مهاجمة وقلوا لي كل شي لازم اعرفوا كل ما يكون بهالبوزيشن الجديدة يعني انا ما توقعت اول شي لعب مهاجمة بهالبوزيشن بس كتير تمرنت ع حالي واخد كل التعليمات اللي لازمة ومشي حالي يعني اتقلمت بسرعة وقدرت اتعوض على البوزيشن واي حبيتها يعني منعات محكم لي مهاجمة هلأ والله هديكتب علي بالمصر مابعرف فعلق منشوف بالنادي دابع مابعفك تشيلة مابعفك تشيلة مابعفك تشيلة لازم نحافظ علي بالمركز اذا رجع سحى لي الفرصة انه كونها تدافع انه اكيد مش رحقول لا رح تلعب مع فرق تانية مع منتخبات تانية كمان لا لا هلا لا بس بل بس سؤال المنتخبات التانية نعرف انه امكانياتها المادية خصوصا هنه عادة اكتر منا يعني خصوص البحرين والاردن صح المواجهة هالمنتخبين اتطلب الدراسة المعمقة لادائهم انتو شايفينهم من قبل بس ما ما فدتو مثل او قلوها بكل مباراة في اشيه جديدة شو اللي كان جديد هالمرة وشو جديد اللي كان عندنا كمان لا يواجهوا لما كنا بالبطولة قبل متل ما سبق وقلتلك كنا نحنا قصمين قوتنا لاثنان سو نحنا هيدا الشي ساعدنا لحتى يكون في عنا بالفريق خط اول وخط تاني جاهزين بكل معنى الكلمة لحتى ما يكون بالعكس ما ينزل مستوى الفريق بالعكس نعلي مستوى الفريق اذا كان في اي تبديل ودايما انت بالبطولات منعمل شي مثل منحضر مباريات ومنعمل match analysis منحل المباريات منحلل اللعبات منحلل نقاط قوتهم نقاط ضعفهم فكان هيدا الشغل للجهاز الفني ليقوم فيه لحتى يحضر الجيمز ونكون جاهزين لكل مباراة يعني قبل كل مباراة كان عندنا هيدا التحديل لحتى نكون جاهزين للجيم اللي بعده واكيد من بعد ما انت تحلل هون بيصير شغلك انت تحضر بتمرينك كم درب شو اللي بدك تشتغله شو السيستم اللي بدك تشتغل عليه وين فينا نخطف منه النقاط قوتهم وين فينا نحنا نفرض قوتنا بالملعب وهيدا السيستم اي مباراة كانت الاصعب عليكم الاردن او البحرين الاردن او البحرين صراحة البحرين بتصور اول جيم متل ما قالت سيسيل هي اول جيم بتكون اكتر جيم فيها شوي صعوبة لانه ما منعرف شي عن منتخب البحريني بينما اذا انت رايح تلعب مع فريق تعرفه قادر شو ما كان تكون محضر بلان زي يعني بلان اي بلان بي بلان سي قادر تكون مجهز حالك بينما المنتخب البحريني ما كنا منعرف شي عنهم وبالمؤتمر الصحف الكوتش البحريني كمان قال انه هن كتير بعاد عن الساحة صارلون فترة وهن صارلون اخر مرة شفناهم بالبطولات من الف وتسعة الفين وتسعة عشر فكان يعني مش عارفين المستوى اللي نحنا رايحين نلعب معه حتى بالإحماء اللي قالهم صراحة كان فيه خدعونا بطريقة الإحماء اللي قالهم شفنا فنياتهم منع عالية فهيدا الشي ريحنا بينما لما فتنا على الملعب كان روحهم الإتالية اقوى من الفنيات المطلوبة فهيدا الشي فاجأنا وفاجأ اللعبات بس الحمد لله كمان الصبايا يعني قدرنا فنيا نتفوق عليهم وهن كانوا أصعب جيم صراحة بنسبة له وانت شو كانت أصعب جيم كمان ايه ضد البحرين أول جيم طيب ومين المهاجمة اللي نفستك على لقب الهدفة هلأ في لعبة بالأردن عادة هي بتطلع هدفة البطولة اسمها جانا معتوق بس أنا ما كان هدفي اطلع أنا بس كلهم بيسألوني هالسؤال بس أنا ما أنه هدفي كان اطلع هدفة البطولة يعني أنا كمهاجمة أكيد بيهم نجي بجويل وساعد فريق لقدام بس ما كان هدفي أنه يطلع لهدفة البطولة الأول ما حطيت قولين وثلاثة بالآخر صاروا كلهم يشجعوني يلا بدنا يا كنت اطلع هدفة فأكيد بتشجع وبتحمس بس هو أنا هدفي الأول أنه قدم فيه ساعد الفريق إن كان بالجول أو بالأسست أو حيالة طريقة ممكن حتى لو بدون يلعبوني دفاع هكون جاهزة مين صاحر والفضل عليك؟ أنا أول شي بحس كوتش ساعدني أنه منتلي قبل تاكتكلي وتاكنكلي يعني أنا كتير تحضرت بفريقه وكل الكوتشيه تمرنوا علي وساعدوني لأتطور بس هو الكوتش الوحيد اللي قدر يعليلي الكونفيدنس والمنتاليتي تبعي هي كوتش ساعد مش لأنه هون عن جد عمقولة بس وهيدا الشي ساعدني بالبطولة لنتفوق منتلي عهوليك الفرق فلو ما المساعدة تبع كوتش سحر مش بس لأقلي لكل اللعيبات تبعي إنه تبع الفريق ما كنا بحس تفوقنا بهالسهولة مستقبل أيضا المنتخب كيف شايفتي يعني هلا نحن رمحنا بطولة غرب آسيا ممكن نشاركي ممكن بدورات تانية بس مستقبل عادة نوصل متل ما كنا عم نحكي قبل الهواء نوصل للتساتعاش عشرين ما في استمراري ونقعد نقعد إما بالجامعات وإما بالبيوت مستقبل كيف شايفتي وهل ممكن إنه هالصبايا يكملوا يكملوا وفعلا يروحوا صوب الاحتراف اللي صار نسبيا منه بعيد عنها صراحة أنا سبق وقلت فكرة إنه هلأ من بعد هيدول البطولات والإنجازات اللي عم بيعملون الفئات العمرية للبنات صار فيه الجرأة بالتفكير إنه نحنا نروح نحترف برا قبل كان دايما نحنا نجيب بنات من غير بلدان يلعبوا عنا بالدورة هلأ لأ نحنا صرنا مطلوبين لنلعب بدوريات برا هيدا شي بنفتخر فيه أكيد نحنا هلأ منمشي ستاب باي ستاب خطوة خطوة مع هيد الفئة العمرية عم بيعملوا شغلي كتير كبير الصبايا هني كمجموعة صراحة مش شايفين هيك مجموعة قبل كفئة عمرية صغيرة لقالهم هالقد منسجم مع بعض فهنجرب نستغل قد ما فينا هيدا شي للمستقبل بعد مشوارهم طويل كتير هلأ ناشئات سنة الجاي كمان شابات لبعدها سيدات وعندهم كذا سنة بزات المرحلة بزات الفئة العمرية فالمشوار طويل إن شاء الله بنجرب قد ما فينا هلأ عنا بشهر أربعة تصفيات الأسيوية بجوام فقد ما فينا هيدول المباريات الخارجية والدولية قادرين نستفيد منا من الاحتكاك ونكسب أكيد حتكون لمصلحتنا للمساعدة ناوية كاملة؟ أنا طالما هيك حب اللعبة وكلهم عم يدعموني أنا بس حت براسي إنه بدي أوصل رح أوصل لو شو ما كان التكلفة وتحب تحترفي برا؟ إيه أكيد إذا طلع لي الفرصة أكيد مش رحقول لا بس أكيد فيها تعب الشغلة ما أنا هلقدي هيني أنا قول بدي أحترفه فأكيد لازم إرتزم بكل شي ممكن بس أكيد رح كاف درسي وعلمي وبس يطلع لي الفرصة أحترف أكيد رح لوح لبرة عندك شي كلمة معينة تحب تقوليها؟ كلمة أصر ما إحنا فيها؟ آآ بالعكس بدي أشكر كل الأشخاص اللي دعمونا آآ الفرحة اللي حسينا فيها بالأردن آآ هي ماشي قدام الشي اللي حسيناه بس وصلنا على لبنان آآ مع استقبال الأهل والعالم آآ قدال السوشيال ميديا عم نشوف الفيديوز طبع دخول الصبايا واهتمام الاعلام اللي عم بسير آآ والتضوية على المجموعة وعلى المنتخب وعلى الفوتبول وعلى البنات بشكل خاص فبالعكس هيدا شي فخر لألنا وعنجد نفتخر فيه من نبسط فيه يعني إحنا هلأ موجهنا رسالة يمكن لكل بنت بتحب تلعب فوتبول آآ وبتصور هيدا الرسالة هيدا أول مرة بحس شخصيا أنه عنجد وصلت سيسيل عنديك شي كلمة عوية؟ أنا بحب أشكر أول شي كل الاسطاف اللي تعب معنا بالأخص الكوتشية تابعنا بالمنتخب لأنه صراحة التعب اللي شفنالي هني عم بيدعمونا وتعبوا معنا لنحقق هيدا اللقاب شي مش طبيعي عنجد كتير يعني بدنا نقللهم شكر كتير كبير وأكيد بدي أشكر كل العالم اللي دعمونا بالبنين بالمطار أول ما وصلنا لأنه عنجد شعور ما بينوصف من جوا وإن شاء الله هلأ أنه رح نكفي هيك بهالمهمة تابعنا ونسافر لبرة ونجيب قليب تاني للبنين وأهلك عم يدعموك بهذه الإطار أكيد أهلي أول دعم دايما بيقفوا حدي وبيشاجعوني بشو ما عملت بحياتي أول شي بدأت شكركم تاني شي بدأت لكم نحن كتير فخورين فيكم وقالله يوافقكم إن شاء الله بالتصفيات الأسيوية وإن شاء الله لهون بتنتهي الحلقة اليوم على أمل اللقاء الأسبوع المقبل بحلقة جديدة من جرامب سكور عبر منصات لبنان الكبير اشتركوا في القناة